ورجعنا لكم من الفاصل وزي ما انتم شايفين البصلة البلت والتوم اتشوح بقلون وحل هجيب دلوقتي التحينة هحطها واط النار سنة وهقلب شايفينها بتمسك ازاي هزوضها مينا مينا ما يعرفش هيا مايما او سيئل هحط السمك طبعا كان فيه طريقة تانية اسوي بيها السمك كان ممكن اقلي السمك الاول وبعد كده بعد مقليه اروح اضطاه في التحينه انا لا مش عايزة اعمل كده انا عايزة السمك يتشرب وعايزة يستوي جوه التحينه وكمان انا حقلي يعني حملاها زيت وخليها تبقى تقيله لا كده احسن انا بس بحاول ايه افك السمك من بعضه تمام هغطي عليه وهعلي عليه سنة دلوقتي بقى جيه دور الحلو حتى الحلو بتاع النهاردة هنعمله اتنين في واحد هتقولولي ازاي هقولكم انا جبت البلح بس انا ولا هنقعو في لبن ولا هعمل بيه خشاف انا البلح فضيته من النوى وهعمل مححشي مكسرات طبعا بما ان المكسرات اليومين دول في رمضان بيبقى اغلبية او كل بيوتنا مليانة مكسرات فاحنا هنتعامل بيها وبيبقى فايدته عالية قوي بالذات كمان بالمكسرات اللي برضه اجسامنا بتبقى محتاجاها انا زي ما انتم شايفين جبت البلح وشلت منه البزر هجيب بس الطبق اللي هقدم فيه جندي كل هعمله انا فتحتها كده احط فيها بندق واحده ثلاثين انا انا عايزاها مثلا بالسكر هغطسها بس في السكر اللي هو يعني مش يمسك فيها قوي بس كده نعمل بيه حته منظر صغير هجيب واحده تانية انا فتحت دول من الجنب هحط فيهم واحده لوز وحروح مدورها في بوز هند انا برضه مش محتاجه ان هي تبقى متغرقه هدي واحده تانية هحط فيها لوز وقفلها وهاخدها في جوز الهند زي ما قلتلكم ما بتتغطس خالص وما بتبقاش غرقنا جوز هند بس يدوب يمسك فيها من التلزيق اللي موجود جواه هحط البندق واحده اتنين سكر كده نجيب واحده ثاني طبعا احنا دلوقتي انا مثلا معديش مكسرات اعمل ايه طرق ممكن تحشي الطمر نيت الف حاجه ممكن مثلا اه مثلا اه ممكن احط فيها اسمه انا فول سوداني انا بحب الفول سوداني جدا مثلا مثلا ممكن غير المكسرات ممكن اعمل خلطه من المكسرات نفسها يعني في المكسر وهتحطي كل انواع المكسرات اللي انتي عايزة تستعمليها وتروحي عامل ايه وتروحي اه خلطاهم ومعهم جزهند ومعهم سكر وتروحي حشوها الخلطه كامله ممكن تحشي الكلام ده يا سلام لو شوية جبنا اه جبنا ما تكونش ملحه نتكون جبنا عدب سينة ممكن ممكن منلفها بمثلا روس بيف او تلف فيها ببيف بيكن كنا عملنا بيه البيف بيكن من كم يوم استعملناي مع الماكرونة تقدري تدخلي حلو مع الحادق ولازم دايما تكوني بتخترعي في مطبخك وبتجددي باستمرار لان التجديد شيء مطلوب شروحت كمان ما يزهقش بالمناسبه مبارح كنت في السوبر ماركت كنت بشتري شوية حاجات وبعدين ايه اللي حصل لقيت خلوني اقرب كده تعبت كده عشان نبقى ايه كل حاجه قريب مبارح كنت بشتري حاجات من السوبر ماركت يقول لي علش بعد ايه نقدر اسألك على سوائل قلت له تفضل مقال لي انا تعبت من اكر الفراخ مسلوقة وبعد كده تتحمط يا مسلوقة وبعد كده دخلها الفرن تقوم تتشوي قلت له نفسك والفراخ بطريقة جديدة قلت له ده في عندك عشرمائة الف نوع ونوع للفراخ قال لي طب استأذنك تقولي هملي قلت له كده على طريقة قلت له على طريقة قال لي طب اكتبي هلي بقى قلت له لا 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 ممكن تتفرج علينا او ايه رأيك عندك الانترنت قدرت تخش وتتورج على اليوتيوب قال لي اقول الله فكرة وقرر انه النهاردة هيعمل وصفه من وصفات الفراخ وحيقول لي هعملي وحصل معي ايه فعلا بيبقى حل لما لما بتشوف الناس في الشارع بتتعامل معاك موضوع جميل موضوع جميل عايزة ابص دلوقتي على السمك خلوني هكمل بس بقية الصف ده خلوني كده هقولوكو هتحضروا ايه موضوع جميل علشان نعمله مع بعض بكرة بكرة هنعمل لحمة محشية خضار واسوبيا ايه رأيوكو بقى هتحضري معايا بكرة باذن الله لحمة مفتيك على حسب عددكو قدقين جزر ومشروم وكوسة وفلفل رومي لو يبقى احمر يبقى حل وتوم وكريمة لباني طبعا وزيت وحنعمل جنبه رزة اخضر الرزة الاخضر ده هنعمله بالبقدونس والشبت وحضري معاك بقدونس وشبت وفص توم اما بالنسبه للسوبيا فانتي هتجيبي بكرة باذن الله لبن وهتجيبي اللي هو معلبات اللي هي لبن بودرة لبن جوز هند وهتجيبي لبن بودرة وهتستعملي نيشا كمان هتحتاجي نيشا وسكر وما تنسيش الفانيليا قدي كده انا عملت دول بس انا بقى هكتفي بكده وهحط شوية مكسرات هنا كده خلونا نبص على السمك هادي السمك ما بياخدش وقت في السوا كله سوا وكمان عشان ما يبقاش مهري وما تفكش من بعضه خلونا نشيل الحاجات دي من هنا نبص ايه شيل جوز الهند كده اجيب الطبق نقفل وهروح جنب الطبق هادي ريحة الطحينة باللمون والبهارات كمون وكسبرة مخلية ريحة الطبق جنان طبعا الطبق ده هتاكل جنبه رز أبيض طبعا طبعا محتاجة بعد دايما محتاجة بعد السمك وبايت شاي معطبرة هادي هادي كده يبقى احنا كده احنا كده عملنا الطبقين بتوع النهاردة عملنا سمك بالطحينة وعملنا كمان بلح محش مكسرات اتمنى ان الطبقين يكونوا عجبوكم بموح السلام اشتركوا في القناة